وزير الصحة يجل لنا ثلاث مرات يوعدنا بأشياء ما قدوا فاشبع لنا ولا بأي حاجة من سرب هذا المقطع ومن يخدم هذا الظهور سؤال يتبادر للأذهان عند مشاهدة فارس الحباري وهو في أسوأ أوضاعه مهاجما لأجنحة حوثية بالفساد ومتهما لوزير الصحة بتكفير الدكاترة الذين لا يتبعون المذهب الهادوي كان معانا واحد محترم الدكتور محسن العزيزي من أشرف الناس ومن أرجلهم جاءوا بعده لنا قالوا هو بيضم ما بيسربلش يا خينا اشتري من أدور عندي المستكفى ولو بزنانير فهل جبت لنا يا معانا للوزير البديل نقول هذا كافر محسن العزيزي فعلته كافر وبعدته هل جبت لنا البديل ألا جيت تهزر خدمة المواظن والضيحة والتحمل إثن مصادر أكدت بأن المقطع المسرب تم تصويره قبل فترة من قبل مرسل قناة المسيرة الحوثية وأن توقيت تسريبه حاليا إلى مواقع التواصل الاجتماعي هو لإطفاء شمعة فارس الحباري بعد شكاوى حوثية كثيرة من ممارسته الفضة وفساده ونهبه للأراضي التخلص من فارس الحباري هدف حوثي تم الدأب إليه منذ فترة فقد أدرج الحوثيون اسم فارس الحباري على قوائم الإرهاب المحلية وتم نفيه إلى محافظة ريمة ليبتعد تماما عن صنعاء عاصمة قرار الحوثيين وثقال ثروتهم فارس الحباري تم تعينه في عام 2018 والكشف الذي تم تسريبه في الأيام الماضية أن فارس الحباري مطلوب أمنيا من عام 2018 إلى 2020 واسمه موجود في هذا الكشف إن كان هذا الكشف صحيح وهو صحيح في عام 2018 نريد أن نعرف هل القيادة كانت على علم أو لم تكن على علم ما معانا إلا ما جابتها المنظمة الكذابة هذا أجلت حجرنا منها وشبرتها هي ليست شجاعة من الحبار بل هي إدانة له داخل الجماعة ويندرج تسريب مقطع الحبار في إطار صراع الأجنحة الذي يتنامى حاليا بسبب وصول الميليشيات إلى حالة من توسع النفوذ والتخمة المالية التي تتسبب دائما في ظهور خلافات الحوثيين بين الفينة والأخرى عادوا جت جاي جاي جينا